ومن مقر المنتدى أجرت مفادة التلفزيون المصرية ليندا عبداللطيفة لقاءا مع أحد المتحدثين في حفل افتتاح منتدى شباب العالم الذي أكد أن هذا المنتدى يرسم خريطة جديدة مستقبلية لصناع السياسة شرف لي أن أشارك في المنتدى لم نشارك في العامين الماضيين خلال جائحة كورونا هذا المنتدى يرسم خريطة مستقبلية لصناع السياسة ويمثل كافة الشباب من جميع دول العالم ويمثل أيضا فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وكيف ينظرون إلى مستقبل بلادهم وحياتهم المستقبلية